وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن مغفرة ربي للذنوب مطلب يطلبه العقلاء ويسعون إلى تحصيله وبالتالي أعرض لك آيات من كتاب الله في هذه اللقاءات تكون من أسباب مغفرة ربي سبحانه وتعالى ومن تلك الآيات ما ذكره الله جل وعلا بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما هذه الآية فيها تذكير بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها بيان سبب من أسباب ترتب الأجر العظيم وترتب المغفرة على أعمال الإنسان ما هي هذه الأعمال التي نالوا بها المغفرة والأجر العظيم قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أن يحمون أنفسهم من كيد أعدائهم رحماء أن يرحموا بعضهم بعضا فإن الراحمين يرحمهم الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحماء بينهم ثم من شأنهم العبادة يعبدون الله عز وجل تراهم ركعا سجدا ومن ذلك أنهم يقيمون صلاة الجماعة يؤدونها في بيوت الله عز وجل ولذلك تراهم يعني ظاهرين ركعا سجدا أي يؤدون هذه العبادات مع بعض ومن شأنهم أيضا أن قلوبهم قد رغبت فيما عند الله سبحانه وتعالى تعرفهم بسماءهم وحينئذ يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي مقصدهم ونياتهم بأعمالهم الصالحة أنهم يريدون فضل رب العزة والجلال ويريدون أن يرضى الله عنهم فهم يقدمون رضى الله على رضى المخلوق كما قال صلى الله عليه وسلم من التمس رضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فهم ساعون إلى استجلاب مرضات رب العزة والجلال فهذا مثلهم في التوراة ثم ذكر مثلهم في الإنجيل بذلك الزرع الذي أخرج شطأه يعني نبت عنده زرع آخر فاستوى على سوقه يعجب الزرع أي أن منظره بديع وأن صفته صفة جميلة وبالتالي هو معجب لمن شاهده ونظر إليه ثم وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا كريما جعلني الله وإياكم ممن ينالون هذا الأجر الكريم وممن تغفر ذنوبهم ويتجاوز الله عن سيئاتهم ويحط عنهم خطاياهم بفضله وإحسانه ورحمته فهو أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين امتقين اشتركوا في القناة